السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا لطلاب وطالبات الصف الخامس في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في قسم تلاوة القرآن الكريم وتجويده حياكم الله يا أبنائي وأهلا وسهلا بكم والقرآن الكريم يا أبنائي كتاب عظيم وهو كلام الله عز وجل وتعلمون يا أبنائي أن القرآن الكريم له مكانة خاصة والله سبحانه وتعالى قد رتب على القرآن وعلى من يقوم بتلاوة القرآن الكريم وحفظه والعمل به وتدبره ونشره وتعليمه الأجور العظيمة فهو أول مصادر التشريع وهو أهم مصادر التشريع وكلام الله عز وجل يا أبنائي له مكانته الخاصة وله كذلك من القداسة في قلوب المسلمين الشيء الكثير والكبير والواسع فالقرآن الكريم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة وكذلك يشفع لصاحبه في يوم القيامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الخيرية على من تعلم القرآن وعلمه كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذن يا أبنائي القرآن الكريم ينبغي علينا أن نحرص على تلاوته وتدبره وفهم معانيه والعمل به والدرسنا اليوم بإذن الله عز وجل هو تلاوة صورة الزخرف من واحد إلى عشرة ثم سنأخذ درس الإدغام وهو أحد الأحكام التجويدية وقبل يا أبنائي أن نبدأ في الدرس فهناك بعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم عند تلاوة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم ومن ذلك يا أبنائي حضور القلب وعدم انشغال القلب والجوارح والفكر بشيء آخر فإنك يا أبنائي إذا أقبلت على كتاب الله عز وجل تحرص على أن تقرأ وقلبك حاضر وكذلك قلبك يعي كل ما تقراه من آيات وكذلك يا أبنائي من آداب القرآن الكريم الاستعادة والبسملة وهنا يا أبنائي تنبيه مهم في الاستعادة والبسملة فهناك من يأتي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا سريعا والذي ينبغي يا أبنائي أننا نتفكر حينما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجو إليك يا رب وأعتصم بك أن تصرف عني الشيطان الرجيم وأن تصرف عني وسوسة الشيطان الرجيم حتى تستفيد من الآيات ويفتح الله عليك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به ثم بعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ مستعينا بك يا الله استحضار مثل هذه المعاني يا أبنائي بإذن الله عز وجل أنك تستفيد مما قرأت وتفهم معاني القرآن الكريم وكذلك يا أبنائي من الآداب ومن آداب التلاوة أن تكون على طهارة وعلى وضوء وكذلك يا أبنائي من الآداب عدم الانشغال بشيء آخر فبعض الناس قد يقرأ القرآن وبجانبه الجهاز جهاز الهاتف الجوال فينشغل به يقرأ آية أو آيتين أو بضع آيات ثم يفتح الجوال ثم يغلق الجوال ويعود إلى المصحف وهكذا وهذا الأمر يا أبنائي لا ينبغي فإن القرآن الكريم يحتاج إلى تفرغ تام عند تلاوته حتى نستفيد بإذن الله عز وجل ونفهم معانيه ثم نقوم بالعمل به وبأحكامه نأتي الآن يا أبنائي أولا إلى تلاوة صورة الزخرف من واحد إلى عشرة فأرجو يا أبنائي أن يكون المصحف معك وكذلك قد فتحت على صورة الزخرف من واحد إلى عشرة وأرجو يا أبنائي أن تركزوا في تلاوة القارئ تركيزا جيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الآن يا أبنائي الطلاب بعد أن استمعنا إلى مقطع التلاوة تلاوة سورة الزخرف من واحد إلى عشرة سوف نعيد هذا المقطع فأرجو يا أبنائي أن نقوم باستخدام القلم أو بالإصبع بالإشارة عند كل كلمة يقرأها القارئ حتى نعرف كيف تنطق هذه الكلمة نطقا صحيحا وسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الآن يا أبنائي بعد أن استمعنا إلى مقطع التلاوة تلاوة سورة الزخرف من 1 إلى 10 نأتي الآن إلى درس التجويد وهو بعنوان الإضغام أحسنتم يا أبنائي والإضغام يا أبنائي هو أحد أحكام النون الساكنة والتنوين والآن يا أبنائي سوف نستمع إلى قراءة هذه الآيات وأرجو يا أبنائي أنكم تلاحظون إلى نطق بعض الكلمات كيف تنطق بعض الكلمات مثلا في قولي تعالى لمن يشاء وكذلك مثلا في قولي تعالى لآيات لقوم وكذلك مثلا في قولي تعالى لقوم يؤمنون وغيرها كذلك من الكلمات لكن في هذا المقطع نحاول أن نركز على تلك الكلمات وكيف كان النطق الصحيح لها سوف الآن يا أبنائي نستمع للقارئ وهو يقرأ هذه الآيات فنركز معه جيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون نات الآن يا أبنائي إلى ماذا تكتشف ماذا اكتشفنا في نطق الكلمات التي كانت بالأسفل نكتشف يا أبنائي أن كل من النون الساكنة والتنوين لم يظهر في النطق بينما قام بنطق الحرف الذي بعدهما مشددا وهذا الحكم يا أبنائي حكم تجويدي يقال له ويطلق عليه الإضغام أحسنتم فما معنى الإضغام ومتى في النون الساكنة وكذلك التنوين يا أبنائي متى يكون حالة الإضغام في النون الساكنة والتنوين وهذا إن شاء الله ما سيتم بيانه فيما يأتي نات الآن يا أبنائي إلى تعريف الإضغام فالإضغام يا أبنائي بكل سهولة هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما بحيث يكونان ويصيران حرفاً واحداً مشدداً كالحرف الثاني فإذن يا أبنائي الإضغام هو إدخال إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما في حروف الإضغام التي ستمر معنا الآن بإذن الله عز وجل بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً كالحرف الثاني الآن نأتي إلى أحرف الإضغام فهي يا أبنائي مجموعة في قولك يرملون وهي اليا والرا والميم واللام والواو والنون لو تلاحظون أن تلك الحروف كم عددها يا أبنائي؟ ستة أحرف وهي حروف الإضغام مجموعة في كلمة يرملون نات الآن إلى النشاط الأول ونتأمل يا أبنائي رسم النون الساكنة وحرف الإضغام في المصحف كما في هذا المثال من يعمل من يعمل وأدون ما لاحظته ماذا لاحظنا يا أبنائي هنا؟ أحسنتم أن النون حرف النون بدون حركة وهذا يعني أنها ساكنة وهذا يعني أنها ساكنة حرف النون بدون حركة وهذا يعني أنها ساكنة والحرف الذي بعد النون الياء وعليها فتحة فنقول يا أبنائي أن حروف الإضغام تكون متحركة إما بالفتحة أو بالكسرة أو بالضمة نات الآن إلى الأمثلة المجموعة الأولى لاحظوا يا أبنائي الفرط بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية المجموعة الأولى ناتي مثلا إلى حرف الياء وهم من حروف الإضغام المثال في قول تعالى من يقول من يقول المثال الثاني من مال من مال ماذا نلاحظ؟ وما هو الحرف؟ أحسنتم حرف الميم المثال الثالث من ولي من ولي الحرف هو الوا و أحسنتم المثال الرابع إن نقول إن نقول ماذا لاحظنا يا أبنائي؟ أحسنتم حرف النون المجموعة الثانية من ربهم من ربهم ما الحرف؟ ما الحرف؟ أحسنتم مراء المثال الأخير ألن ألن الحرف هو اللام أحسنتم ونلاحظ كذلك يا أبنائي الفرق في النطق بين المجموعة الأولى والثانية وفي هذه الأمثلة كان من الملاحظ أن النون الساكنة لما جاء بعدها هذه الأحرف الستة أضغمت إذا قرأت مثلا ممال ممال فقد جعلت النون ميما لماذا؟ لأننا أدخلنا النون في الميم فممال فقد جعلنا النون ميما وكذلك تم إضغام الحرف الذي بعدها فأصبحت ماذا؟ فالحرفان هنا أصبح حرفا واحدا مشددا وإذا قرأت من ولي ماذا نلاحظ؟ فقد جعلت النون واوا وكذلك قمنا بإضغامها بغنة من ولي فيها غنة فأصبح ماذا بغنة في الحرف الذي بعدها؟ فأصبح الحرفان حرفا واحدا وكذلك مشددا وهذا هو الإضغام طيب الآن يا أبناء لاحظنا في المجموعة الأولى اليا الميم الواو النون وفي المجموعة الثانية الراء واللام فهنا نأتي إلى أقسام الإضغام فالقسم الأول يا أبنائي هو إضغام بغنة وله أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو كما مر معنا في المجموعة الأولى اليا النون الميم الواو القسم الثاني إضغام بغير غنة حرفان وهما اللام والراء اللام والراء وكذلك مرت معنا في المجموعة الثانية من ربهم اللن فإذن يا أبنائي أقسام الإضغام إما إضغام بغنة وأحرفه اليا النون الميم الواو من يقول من ولي من ولي وكذلك يا أبنائي القسم الثاني إضغام بغير غنة وله حرفان اللام والراء نهت الآن إلى شروط الإضغام فيشترط لإضغام النون الساكنة أن تكون في كلمة وحرف الإضغام في كلمة بعدها يعني لا يأتي في كلمة واحدة فإذا وقع حرف الإضغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة فإن النون الساكنة تظهر ويسمى الإضهار المطلق ولا يوجد ذلك في القرآن إلا في أربعة مواضع الموضع الأول لو لو تأمننا يا أبنائي هنا حرف الإضغام جاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة يعني هنا مثلا النون ساكنة وبعدها الياء الدنيا الدنيا فهنا إضهار مطلق وكذلك في قولي تعالى قنوان نون ساكنة أثى بعد حرف الواو صنوان نون ساكنة أتى بعد حرف الواو والواو من حروف الإضغام بغنى أو بغير غنى أحسنتم يا أبنائي بغنى وبنيان نون ساكنة أتى بعد حرف الياء والياء من حروف الإضغام فإذا جاءت في كلمة واحدة فالحكم هنا ليس إضغام وإنما إضهار مطلق وهذا لا يوجد في القرآن إلا في أربعة مواضع ناتي الآن يا أبناء الطلاب إلى هذا النشاط ونستخرج من آيات الآتية النون الساكنة أو التنوين الذين حكمهما الإضغام مع بيان حرف الإضغام ونوعه فمثلا في قوله تعالى أنهار من أنهار من أنهار من فهذا فيما يخص التنوين طيب مما أحسنتم هنا النون الساكنة مثلا في قوله تعالى مما وحرف الإضغام هو الميم ما قلنا وأنهار في قوله تعالى أنهار من ماء وإنما قلنا مما ونوع الإضغام بغنة نأتي الآن إلى مثال على التنوين أنهار أنهار من وحرف الإضغام هو الميم ونوع الإضغام هو بغنة كذلك في قوله تعالى من لبن اللام أحسنتم نوع الإضغام بغير غنة التنوين مثلا في قوله تعالى آس في تنوين كسر وبعد حرف الواو آس وأنهار حرف الإضغام هو الواو و بغنة كذلك من ربهم الر نوع الإضغام بغير غنة التنوين في قوله تعالى من لبن لم لبن لم لبن لم اللام حرف الإضغام ونوع الإضغام بغير غنة والمثال الأخير خمر لدة خمر لدة خمر لدة اللام وكذلك نوع الإضغام بغير غنة لأسر الآن إلى التقويم ما تعريف الإضغام أحسنتم يا أبنائي هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني نكمل ما يلي أحرف الإضغام ستة جمعت في كلمة يرملون للإضغام بغنة اليا وكذلك الواو وكذلك الميم وكذلك النون وللإضغام بغير غنة الر وأحسنتم اللام نضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ألف ينقسم الإضغام إلى إضغام بغنة وإضغام بغير غنة أحسنتم الجواب صح إذا وقع حرف الإضغام والنون الساكنة في الكلمة الواحدة وجب إظهارها أحسنتم نعم صحيح جمعت حروف الإضغام بغير غنة في كلمة ينمو الجواب خطأ والصحيح الإضغام بغنة وفي الختام يا أبنائي هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإطراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتكاملة المتميزة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته